معي من غازي عينتاب أحمد شيخاني مدرب الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال الحرب نصل خير أهلا بك معنا سيد أحمد كيف تساعدون هؤلاء حقيقة المساعدة للأشخاص الذين تضرروا بهذا الشكل من الحروب هي المقاربة المتكاملة بمعنى آخر أنه لحنا في عنا ضرر على عدة مستويات على المستوى الجسدي بالتالي هذا الضرر والأذى سينعكس على الحياة الاجتماعية لهذا الإنسان بالتالي سينعكس أيضا على الحياة النسية هذا ناهيك يعني أنه أصلا هو بتعرضه أو بحصول هذه الإصابة هو كان أمعيه بروف حرب اللي هي ناشية فيها الأحداث كثير فيها عنف فيها هو نفسه تعرض لأحداث الصادمة فالتركيبة هذه المتكاملة بمعنى أنه نمط حياة تقريبا سيكون نمط حياة مختلف لأدام فهذا يحتاج إلى تدخل متعدد المستويات ومتكامل بشكل أو بآخر يأخذ لعني اعتبار كل مجالات تأثير هذه الحياة الجديدة إذا بتقول على هؤلاء الأشخاص ما النقاط التي استوعبتموها لهذه اللحظة أنتم قادرون على توليها وما الدعم الذي تحتاجونه طبعا طلاقا مما قلت سيد أحمد قلنا تحدثنا عن ضرر جسدي وبالتالي كل هذا يؤدي إلى ضرر اجتماعي وضرر نفسي نعم يعني هلأ عموما وكالات الأمم المتحدة بالإضافة لمنظمات المحلية أو حتى الدولية في إلها تدافلات لكن الأزمة خليني أقول أنه في صعوبة وصول لكل المتضررين من هذا النوع من المشاكل خليني أقول لأنه وعلم وصول لهم بوقت المناسب حقيقة هذا يصنع أو يعقد الأزمة أكثر يعني من الممكن حتى بتقرير نفسه اللي اتفضلت فيه كان في إشارة لهذه النقطة أنه في أشخاص فيما لو تم الوصول لهم بوقت المناسب كان من الممكن التعامل مع الضرر الأقل من هذا الضرر الذي يصبح حقيقة العمل قائم بشكل أو بآخر لكن لا ذال قاسر على تناول كل الأشخاص بحاله بسبب تعقيد ظروف الوضع الراهن بالبلد لكن خليني أقول أنه معظم العاملين عم يحاولوا الجهد أنه هن يأدموا هذا النوع من الخدمات بناياً على هذه المقاربة الشاملة مثل ما حكي قد عمون نعم موضوع الوصول إلى الكاثرين فقط هنا نتحدث لأن الحرب مزارة قائمة أم في عقبات أخرى أعتقد بسبب تعقيد كل الأسباب قائمة بسبب أن الحرب لا زالت قائمة بسبب أنه في مناطق ممكن تكون محاصرة ممكن يكون أنه في قلة عدد العاملين بهذا المجال ممكن يكون في قلة الوصول لأحصاء الأشخاص اللي همين عندهم هذا النوع من المشاكل قلة الخدمات بحد ذاتها بالداخل تعوبة الحالات اللي ممكن تحتاج إلى خدمات اختصاصاً ببلدها ما متوفرة حالياً بمناطقهم هذه كلها تعوامل مع بعضها البعض تطنع هذا النوع من الصعوبة أنا أشكرك جزيلاً من غازي عنتاب سيد أحمد شيخاني مدرب الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال الحرب ترجمة نانسي قنقر